أهلا بكم مجددا إلى العراق حيث تخلى رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نور المالكي عن سعيه لمنصب رئاسة الوزراء وأعلن دعمه وتأييده لرئيس الوزراء المكلف حيدر لعبادي وبث تلفزيون العراقي خطابا للمالكي وبجانبه لعبادي وعدد من أعضاء حزب الدعوة الذي ينتمي إليه وأعلن أمامكم اليوم ولتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد وسأبقى جنديا مقاتلا مدافعا عن العراق وشعبه وسندا لمن ينهض بأعباء المسؤولية والأمانة بكل وطنية وشرف وحزم وشجاعة في إحقاق الحق ودحر الباطل والدفاع عن المظلومين والوقوف بوجه الإرهاب والطائفية وتقسيم العراق والحفاظ على وحدته واستقلاله وسيادته ولمتابعة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية أهلا بك دكتور غسان بداية المالكي يتنحى ويعلن التنحي ويدعم حيدر العبادي هل يأتي ذلك في إطار التأييد الداخلي والإقليمي والدولي للعبادي التخلي أو سحب ترشيحة ولو جاء متأخرا كذلك يشكر عليه لكن اللي حصل اللي تحدث عن أبواب جهنم اللي تحدث عن لا تأخلى وسأبقى والمحكمة الدستورية السؤال لماذا تراجع بعد كل هذه الديعات السبب الرئيسي بدون شك وهو رجل عنيد ومعروف عنه عنيد السبب أنه لأول مرة يأتي حشد دولي وإقليمي لصالح الرئيس وزراء المكلف اثنين التهديد الذي يهدد العراق من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش وغيرها تهديد وجودي ولولا التدخل الأمريكي بتقديري كان داعش تكون الآن في أربيل وربما في بغداد السؤال الآن للولايات المتحدة ووضعتها نحن لا نمكن أن نساعدكم عسكريا ما لم تأتوا برئيس وزراء قادر أن يتعامل مع العراقيين سواسية لا أن يتعامل بشيء من التهميش تجاه الكرد أو السنة أو غيره هذا الضغط إضافة الأقنع الأمالكي موضوع إيران لو إيران لم تغير موقفها وتؤيد تغييرها كان تمسكه المالكي جاء للحكم 2006 نتيجة تفاهمات أمريكية إيرانية وجاء 2010 كذلك الحكوم بالرغم أن قائمة أخرى هي الأغلب كذلك نتيجة توافقات أمريكية إيرانية وذهب ربما أيضا بتفاهمات أمريكية والآن هو بالضبط يعني أنقلب السحر على الساحر لأنه لم يستطع أن يؤدي السؤال الآن ليس المالكي المالكي انتهى ما حصل اليوم هي محاولة إنقاذ حزب الدعوة هذه التظاهر السياسية اللي ما أقفين مع بعض نعم يعني ذلالة هذه الصورة هي حماية لحزب الدعوة يريد حزب الدعوة يبقى لأن شعره أن بالطريقة المشى بها المالكي ستنهي الحزب وبالتالي الخسارة وهم من منطلق حزبي ولكن الورقة الأخيرة اللي قسم الظهر البعير هو السيد السستاني المرجع الشيعي لما قال عليكم أن تختاروا بديل للمالكي نعم الآن يعني رئيس الوزراء يعني المالكي يذهب ويأتي لعبادي بدأ بمشاورات لتشكيل الحكومة دعا الكتل السياسية لأن يكون لديها ممثلين في إطار هذه المشاورات هل تنظر بعين التفاؤل لقدوم لعبادي هذا طالما سئلت السؤال الجواب هو بوجود مالكي لا حل الباب مؤلم الآن الحصل بزاحته من الساحة أن هناك فرصة فالسؤال كيف سنستفيد من هذه الفرصة والمؤسف أن في تاريخنا العراقي وربما العربي عموما لا تأتي فرصة إلا ونضيعها فهذه فرصة فهي نتعامل معها بشريقة جدية والفرصة لها مقاومات نجاح كبيرة لأننا كعراقيين لو ترك الأمر لنا نستمرين بالقتال وأنهينا البلد لكن الآن وفاق دولي والآن لأول مرة إيران تأخذ موقف إيجابي سعودية وقطر والدول كلها هذا التحول كبير لماذا؟ لأنه هناك خطر جديد اسمه الدولة الإسلامية أو داعش هذا الخطر لم يهدد العراق فقط فلو كان العراق يقتل العراقي فقط المشكلة سهلة هل هناك توافق من قبل الفرقاء السياسيين إذا أردنا نتحدث عن الشيعة وعن السنة التوافق الآن على شخص العبادي التوافق على العبادي أن الأطراف الإقليمية تريد تراهل أو تعطي الفرصة أن يثبت موقفه لكن هذا يطلب كذلك أن لا تحاول الدول الإقليمية إيران أو تركيا أو العرب أن يجروا لصالحهم ضد الطرف الآخر المطلوب وفاق إقليمي اللي أسميها صفقة إقليمية تشترك بها دول الجوار لتجعل من العراق دولة مستقلة والكل يستفيد من عداء لا أن يحول العراق كما صار عمليا إلى ملعب لتصفية حساباتهم فيما بينهم إلى أي مدى العبادي قادر أو سيكون قادرا فعليا على عدم الوقوع في نفس الأخطاء التي وقع فيها المالكي هل سيكون قادر على تحقيق حكومة شراكة حقيقية ترضي السنة والشيعة يعني كافة الفرقاء السياسيين هذا هو الحلم المطلوب لكن هذا الحلم في غاية الصعوبة العبادي يحتاج إلى مساعدة مساعدة إقليمية ومن الولايات المتحدة تحديدا لأن الأطراف العراقية مع الأسف سياستهم قائمة على الحد الأقصى وبالتالي الكرد يريد الأقصى الطرف سن يريد الأقصى والآخر يريد الأقصى فبالتالي من صعب إرضاء الكل فلابد من تسوية وحل وسط الحل الوسط يحتاج إلى مساعدة خارجية ما جرى بالعراق من 2003 إلى اليوم أثبت أن النخب السياسي العراقية هي أفشل من أن تكون قوة مستقلة عراقيا يعني إلى أي مدى ممكن تحقيق أي تقدم من هذا النوع ونحن نتحدث على نفس العملية السياسية يعني حتى الآن في تشكيل الحكومة ومشاورات تشكيل الحكومة توزيع المناصب السيادية توزيع الحصاص يعني قائم على نفس المحاصصة هل نتوقع تغيير أم هي مجرد سيتم عملية صفقات وإرضاء لبعض الأطراف ما يتمثل داعش من تهديد ركز الأذهان وجعل الكل يفكر بطريقة أكثر جدية ليس هناك مجال ووقف للترف فبالتالي وجود هذا الخطر الذي يواحد الكل ليس عراقيا وإنما يواحدهم حتى دوليا وإقليميا يجعلهم يفكر جدا الورقة الأساسية أن داعش لها فضل بأن وحدت العراقيين ولكن الآن من سيحارب الداعش ويضعف الداعش ليس السلاح الأمريكي فقط وإنما العنصر البشر العراقي والعنصر البشر الممكن يقضي على داعش هم أبناء المناطق المحافظات العربية السنية فيجب كسب هؤلاء وإقناعهم بأن هذه الحكومة تمثلهم فيدافع عن حكومة تمثلهم لا يدافع عن حاكم الطهد كيف يمكن تحقيق ذلك فعليا تحديدا مع المحافظات السنية التي كان لديها مشاكل مع المالكي الآن بقدوم لعبادي كيف له داعش وأبناء العشائر يتمردون في هذه المحافظات كيف له أن يقترب من المحافظات السنية على الأقل وإقناع أبناء العشائر بتغيير حقيقي هذا لب الموضوع الآن هو كيف تكسب قلوب وعقول أبناء المحافظات المنتفضة هذه الاقتراح التي أبدأت في محافل بحثية مختلفة هو أن يبدأ العبادي بحكومته ببرنامج سياسي واضح أن هذه حكومة انتقالية لأن الآن من يمثل في البرلمان لا يمثل المحافظات المنتفضة لهم لا يقدر يزوروها بالتالي الآن يجب أن تصور نفسها حكومة انتقالية هذه الحكومة انتقالية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وكل هالمياه من عادة الجيش لكن أكبر من هذا أن تبدأ بفتح باب الحوار مع كل الفصائل المسلعة الكل باستثناء داعش هذا الحوار معهم لا أن يأتي باسم هذا بعثي وهذا غير بعثي وهذا عشائري هذه أحبة ما أحبة هؤلاء مسكوا الأرض إن أريد تخلص من داعش عليك أن تكسب هؤلاء هذا يطلب موقف راديكالي وجذري وشجاع هذا الموقف هو اللي يغير الصورة ويبدأ فتح الحوار معهم ويطول العملية ست شهر ربما سنة ما يتمخذ عنها من قناعات مشتركة من تعديد دستور من إعادة النظر من إلغاء من كثير هذه العملية كلها تؤسس لمثاق وطني جديد يطرح لاستفتاء وطني ويكرس عراق جديد لا يشعر به أي طرف أنه مهمش بسبب دينة أو طائفة أو أثنتها شكرا جزيلا لك دكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية وديمقراطية على هذه التفصيلات والإضاحات أيضا إذن نشرتنا متواصلة من الغد العربي من لندن تتابعون فيها بعض الفاصل تجديد أمني في مصر تزامنا مع حياء ذكرى فضي اعتصامي رابعة والنهضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر